إلى ذلك أقامت الأجهزة الأمنية نقاط غلق على الطريق الصحراوي أمام المركبات المتجهة إلى العاصمة عمان وقامت بتفتيش تلك المركبات وبحسب شهود عيان فإن الطريق الصحراوي يشهد أزمة سير خانقة بعد نصب الحواجز الأمنية كما فرضت الأجهزة الأمنية نقاط غلق على طريق عمان لفحيص لتفتيش جميع السيارات المرة أيضا هذا وارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن الاشتباكات المسلحة التي شهدتها مدينة الكرك جنوب المملكة إلى سبع وفيات وثلاث وعشرين إصابة منهم خمسة شهداء من رتبات الأمن العام ومقتل سائحة كندية وفق مصادر أمنية لرؤية شهداء شهداء